اشتركوا في القناة وخلال الغبقى تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة الفنانين البحرينيين كما قام سعادة وزير الاعلام بتكريم البرامج والاعمال الاذاعية والتلفزيونية المتميزة وذلك تقديرا لجهودهم واسهاماتهم في تطوير العمل الاعلامية كما القى سعادته كلمة اعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لكافة منتسبية الوزارة على تفانيهم واخلاصهم في عملهم مشيدا باداء كافة ادارات الوزارة في سبيل الارتقاء باعلامنا الوطنية واكد سعادة وزير الاعلام حرص الوزارة على اقامة مثل هذه الفعاليات الاجتماعية لزيادة الترابط وتعزيز روح الاسرة الواحدة بين كافة موظفي الوزارة خاصة خلال شهر رمضان المبارك دعيا الله ان يعيده على الجميع بالخير والبركات وعلى مملكة البحرين بالامن والاستقرار والازدهار يتجدد اللقاء تحت سماء القرية التراثية من جديد في اجواء تملأها البهجة والسرور بلقاء الموظفين لبعضهم في الغبقة السنوية لوزارة الاعلام التي تحرص على اقامتها سنويا رحلة الذكريات السنوية كانت لها اثر كبير في نفوس الحاضرين لهذه الامسية المتميزة والتي شملت على عدة محطات زمنية مرت بها الوزارة والصحافة المحلية مستذكرين تلك الحقبة الزمنية التي تميزت بها انذاك الحمد لله كان الحضور جميل الفقرات جميلة التفاعل جميل أبرز ما يميز الغبقة السنن كان فيها فقرات بداعية مختصرة وكان تركيز فيها على الداكرة الفنية في مملكة البحرين على الأعمال التراثية التي تميز بها تلفزيون البحرين تاريخيا وعلى دامجها بفقرات من المسابقات واللقاءات وفي كلمة لسعادة وزير الإعلام الدكتور رمزان بن عبدالله النعيم أكد خلالها على التطور الذي تشهده الوزارة بمختلف أقسامها مثنيا على جهور الشباب البحريني في القطاع الإعلامي والصحفي وعلى ما يقومون به من أدوار في خدمة هذا القطاع وبما يمثلونه من امتدار للخبرات التي سيرت قطاعات العمل والإنتاج واستطاعوا المسايرة والمواكبة لكافة التطورات التي يشهده القطاع الإعلامي يعني الغبقة غبقة الإعلام غبقة مميزة صراحة غبقة رائعة يعني خصوصا نحن نطالع سعادة الدكتور ووزير الإعلام موجود وكل الإخوان موجودة موجودين كلهم والفنانين موجودين وكنت أتمنى حشد أكبر من الفنانين لأنه شيء يمسهم عبر السنوات الطويلة اللي حضرنا نحن عشرات الغبقات وهذه نوع الغبقة نوع من اللي تسويك أنت تستمتع فيها تستمتع بالجو ما شاء الله يعني قرية تراثية جو رائع جدا تستمتع بالفعاليات الموجودة الغبقة هذه تعني لنا الكثير مشاركتنا إهي روحانية إهي حميمية لأننا عشنا قبقات الإعلام القديمة من عهد طارق المؤيد الله يرحمه وإحنا موعودين إن شاء الله في عهد سعادة الدكتور رمزان النعيمي إن شاء الله بتكون الأيام الياي بالنسبة حق الفنانين والإعلاميين بتكون أيام مميزة جدا هذي الغبقة يعلها إن شاء الله كل سنة وكل عم لأنه هي مهب يديدة يعني من سنين ويعلهم إن شاء الله من عوادة له طبعا أثر على نفسي وذكريات جميلة اللي موجودين الله يرحمهم واللي موجودين الله يخليهم يعطيهم إن شاء الله طولة العمر وإن شاء الله سنين مديدة تبقى سعيدنا اليوم نلتقي مع سعادة الوزيرة كيد اللي حاب أيضا يجمعنا من بعد فترة طويلة مع كوكبة من الزملاء اللي موجودين الإعلاميين وأيضا الفناني اللي شاركوا في البرامج أو في بعض الأعمال الفنية سواء خارج أو داخل مملكة البحرين هذه الالتقاء بحذة وتيولد هذه المحبة الفرح اللقاء السعادة وبإذن الله مثل هذه اللقاءات تتكرر أزير وأزير ونشوف إنتاجات جميلة حق التلفزيون حق الوزارة إن شاء الله هذا وتخلل حفل الغبقة السنوية لوزارة الإعلام عدتها فعاليات ومسابقات وسط أجواء بحرينية تراثية مميزة تعكس التراث الشعبي وعادات وتقاليد المجتمع البحريني الأصيل كما تخلل الحفل تكريم عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والتي تميزت بالإنتاج الإبداعي المتميز خلال سنة 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر